أركان العقد الصيغة يعني الصيغة زوجتها كابنتي أو موكلة يقول قبلت زواجة منها على الصداق يسمى ممكن يسمى الصداق ودي من السنة أن الصداق المسمى كذا وكذا وكذا حتى يعلم الناس أن قد أصدقت عليها وده معلوم عن النبي على السلام وهنقول لحديث دلوقتي النقطة الثانية من الأركان الزوج والزوجة موجودة دي العريس والعروسة كمان من أركان العقد الحتة لن أريد أتكلم فيها معلش الولي وحب أتكلم في كلام ده وفصل في النقطة دي موافقة والكلام لا لا يصح النكاح بدون ولي المرء مذهب الجمهور الملكية والشفعية والحنابل كثير من السلف قال نفس الكلام ونفس الرأي حقي عن السحابة أصلا ما فيش اختلاف لازم المرء بولي حديث مينز عن سيدنا أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي برضو حديث سيدة عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير يعني نفسها بغير إذن وليها فنكاحوها باطل فنكاحوها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحلى من فرجها فإنس يعني حصل شجار ما بينهم من الولي فالسلطان ولي ملا ولية لا خلينا فاهمين الركن الخامس في موضوع العقد النكاح الشاهدين ولازم يكون شهود عدل يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لاني كحي لبولي وشاهدي عدل عدول يعني فأنا قد يكون عندهم حكمة وحاسم يكونش من السفهاء وهكذا ترجمة نانسي قنقر